اشتركوا في القناة معارض جديد للاعب ميلان والمنتخب الوطني مستقبلا ياسين عدلي ادارة سامدوريا كانت قد فشلت في ضم عدلي في نهاية ديسمبر الماضي خاصة مع حديث بيولي على انه سيكون لاعبا مهما في الفريق لكن مع توالي اللقاءات وتأكد الجميع ان كلام بيولي كان فقط لتشجيع عدلي ولا اساس له على ارض الواقع فان ادارة سامدوريا ستعود لطلب الجزائري ادارة سامدوريا متفائلة عفوا بخصوص انهاء الامور في هذه المرة في انتظار ما اذا كانت ادارة ميلان ووكل اللاعب سيوافقون كشفنا في عدد يوم امس ان ادارة ليون ترصد بعض لاعبي الوسط للتعاقد معهم في جامفي الحالي وذكرنا من بينهم لاعب الخضر ونادي شارلوروى ادم زورغان موقع اولمبيكي ليوني وهو نفس الموقع الذي نقل الخبر عاد ليؤكد اليوم ان سافقد زورغان غير مرحب بها حيث يرى الانصار ان زورغان ورغم ما يملكه من مستوى لا يملك نزعة هجومية كافية حيث يريدون لاعب وحوش كما وصفهم امام المربع حيث ولى بحسبهم دائما طريقة اللعب التي تكتفي بالدفاع وفقط انصار ليون يملكون هذه النظرة عن زورغان بالرغم انه يعتبر من احسن صناع اللعب في بلجيكا وايضا من بين اهم هدفي فريقه شارلوروى لم يتواجد لاعب الخضر اندي ديلور في مجموعة فريقه نيس التي واجهت نادي رانس عشية امس الاحد السبب المعلن كما جرت العادة كان الاصابة لكن مدرب نيس دي 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 جار وعكس المدرب السابق عراد الخروج للعلن والحديث بكل صراحة عن وضع لاعبه الجزائري حيث اكد ان سبب غياب ديلور ليس المرض بل لانه قرر ابعاده دي 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 جار قال ان تركيز ديلور على اشياء اخرى غير نيس وتهميشه مبرر واضاف قرار ابعاد ديلور قراري قررت ابعاده لانني رأيت ان تركيزه على اشياء اخرى غير الكرة ابعاده في صالح المجموعة لكن رغم ذلك علاقتي به تبقى ممتازة كلام دي 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 جار يوحي تماما ان الخلافات زادت بين اللاعب والادارة لانه تواجد في اللقاء الذي سبق لقاء يوم امس موقع فوت سيروسيت الفرنسي قال ان ادارة نيس تماطل في تسريح ديلور بالرغم من انه يملك عديد الاتصالات حتى انه يملك اتفاقا كاملا مع ادارة نونت الموقع ذاته قال ان ادارة نيس تؤخر تسريح ديلور لغاية ايجاد بديل بالرغم من انه مهمش ولا يشارك ولا يستدع حتى الصحافة الفرنسية وليوم اخر قالت ان الدول الجزائري اتفق بشكل كامل مع ادارة نونت وانه فقط في انتظار ترسيم اتفاق الناديين قبل الاعلان عن الصفقة بالرغم من ذلك لا يمكن التكاهم بشيء لغاية توقيع العقود يمر نادي ميلان بمرحلة شك كبيرة في الفترة الاخيرة ولذلك فانها صحفة ميلان تريد من اللاعبين التركيز وقد طلبت ذلك بشكل خاص من الدول الجزائري اسماعيل بناصر صحيفة الجورنال اعدت تقريرا قالت فيه ان بناصر هو اللاعب الوحيد الذي لا غنا عن في النادي وفي حال اراد المدرب ستيفانو بيولي تحسين اداء ونتائج الفريق عليه التركيز على بناصر الى ذلك اشار موقع كالتشو ميركاتو لنفس الامر الموقع السابق قال ان بناصر لا يتراجع ابدا دائما رائع حيث نشر تنقية الجزائري يوم امس في الاعلام الايطالي عطفا على مستوى في لقاء ليتشي والذي ضيع فيه من النقطتين ثمينتين وتلقى بسببه لاعب النادي والمدرب بيولي كما كبيرا من النقد بناصر حصل على تقييم هو الاحسن بين كل رفقائه ستة من توتو سبور ستة ونصف من لاجازيتا ديلو سبور والكوريير ديلو سبور واخيرا سبعة من لاجازيتا ديلو سيرا وهي تقييمات اكثر من رائع بناصر بحسب المصادر السابقة لاعب يقدم دائما مستوى ثابت وعالي مهما كان المنافس قويا او ضعيفا مهما كان مستوى زملائه مرتفعا او منقفضا وهذا ما يعني انه نوعية نادرة حقا من اللاعبين قال موقع ليفيولي الفرنسي المحسوب على نادي تولوز والخاص باخباره ان ادارة النادي تسعى في الفترة المقبلة لتجديد عقد لاعب الخضر ولاعب الفريق الشاب فارس شعيبي ورغم ان عقد فارس شعيبي ممتد لغاية 2025 الا ان ادارة النادي ترى ان عقده هش وتريد بذلك تأمين اللاعب بشكل كبير نظرا لرغبة الكثير من الانديا في ضمه فارس شعيبي يتقاضى راتب جد جد منخفض وهو راتب لاعب في الفريق الثاني وادارة تولوز ترى ان المستويات الرهيبة التي يقدمها يجب ان تتكافأ مع راتبه ولذلك سيتم رفعه ادارة تولوز لا تفكر فقط في اغراء اللاعب بل تقوية العقد ايضا فبدون شك قيمة شرط الجزائي في عقد اللاعب منخفضة جدا هذا ان وجدت طبعا وهذه فرصة ممتازة جدا لغلق الباب امام المتربسين وبحسب نفس المصادر تأمين شعيبي وتجديد عقده لن يكون ابدا سهلا كما تظن ادارة تولوز الاخيرة قدمت بالفعل قبل ايام عرضا ليوكلاء اللاعب لكن وكلاء شعيبي رفضوا العرض ورأوا انه غير مناسب تماما مقارنة مع ما يقدمه من مستوى وكلاء شعيبي يريدون عقدا كبيرا او على الاقل يكون مقارب للعروض التي يتلقها اللاعب لكن من دون اشارة واضحة للراتب هل سيكون كبيرا ام لا نادي تولوز لا يملك ربما فرصة كبيرة لتجديد عقد شعيبي فاللاعب يملك عشرات العروض وحتى من انديا عملاقة اوروبيا مثل اشبيليا وارسونال الذي يريد ضمه للفريق الثاني لذلك فان التفكير في العصول على رقم كبير من خلال بيعه قد يكون احسن له احسن لهم قالت تقارير انجليزية اليوم الاثنين ان ادارة ليتس الانجليزي سيدخل سباق للبحث عن لاعب وسط دفاعي يكون خليفة للاعبهم ماتيوس كليش الذي غادر صوب الدوري الامريكي موقع فوتبال فانكاست وبصورة واضحة اشار للاعب الخضر ولاعب نادي توانتي رامز العرب زروقي والذي اعتبر بحسب نفس المصدر لاعب مميز جدا على جميع الاسعدة زروقي وبحسب فوتبال فانكاست اللاعب المناسب الذي سيقاتل به الفريق في النسب الثاني من الموسم او حتى في المواسم المقبلة المصدر الانجليزي لم يشير بالرغم ذلك لاي امور مالية وهل سيقدم ليتس العرض المناسب لادارة توانتي ولو ان الاخير مصر بحسب الاعلام المحلي على رفض بيع زروقي نظرا لانه اهم لاعب في الفريق ورحيله سيكون ضربة قاسمة للمجموعة وبعد تألقه الكبير في لقاء اجاكس الماضي اختير نجم الخضر رامز العرب زروقي كاحسن لاعب في اللقاء الصعف الهولندية كشفت يوم امس ان تتويج زروقي بهذه الجائزة الشرفية كان مماهدا لاختياره ذي من تشكيلة الاسبوع صحيفة التليغراف الهولندية الشهيرة وضعت اليوم اهم 11 لاعب عن الجولة الماضية كان من بينهم الجزائري زروقي قدم مستوى كبير تفوق به على كل لاعب الوسط في هولندا الجزائري واصل الحصول على الاشادة حيث تماناته باجمل الاوصاف من بينها انه كان الاحسن وربما يكون الاحسن حتى نهاية الموسم فرق شاسع بين ما يقدمه زروقي مع نديه وما يقدمه مع المنتخب ننهي عدد اليوم بهذا الخبر عن صوفيان بن دبكة حيث تم اختيار الجزائري بحسب موقع صوفاسكور العالمي في تشكيلة الاسبوع للدور السعودي عن الجولة من قضية وهذا بعد ادائه الجيد في القلق الماضي الامر عادي وحدث كثيرا سابقا لكن غير العادي انه تم اختيار بن دبكة في منصب قلب الهجوم كما تشاهدون الى هنا يكون عددنا لنهر اليوم قد انتهى نلتقي غدا ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة